بكورنيش كزنايا في طنجة نظمت النسخة الأولى من دياثلون تخيونف الدولي منافسة تجمع بين الجاري لمسافة خمسة كيلومترات وسباق الدراجات لمسافة عشرين كيلومترا ثم جولة جاري أخيرة تظاهرة عرفت فوز الإسباني كريستيان في لاثالع الذي أنهى مراحل المسابقة في ظرف ست وخمسين دقيقة وخمس عشرة ثانية أنا سعيد جداً وفخور بمشاركتي في هذه النسخة الأولى من تظاهرة الدياثلون في طنجة بمشاركة مئتي رياضي من بلدان مختلفة جمع هذا الحدث الرياضي مشاركين من كل الأعمار ومن كل الاهتمامات من أجل رفع مستوى الوعي داخل المجتمع بأهمية ممارسة النشاط الرياضي هذه التظاهرة الرياضية في نسختها الأولى مناسبة لتسليط الضوء على جاذبية وجمالية منطقة إكزنايا الساحلية التي تعزز وجهة مدينة طنجة السياحية والدياثلون يهدف إلى دعم الرياضة وقيم روح الفريق داخل المجتمع التظاهرة من تنظيم جمعية تانجير تريونف تيمة وهي جمعية رياضية تهدف للنهوض بالرياضة بشكل عام والترياثلون بشكل خاص في جهة طنجة توان الحسيمة ترجمة نانسي قنقر